تمكنت القوات البحرية من أحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى دخل البلاد عن طريق البحر حيث وردت معلومات تفيد باعتزام أحدى العائمات القيمة بعملية تهريب للمواد المخدرة في نطاق الأسطول الجنوبية هذا وتم الدفع بأحدى الوحدات البحرية لمعارضة العائمة المشتبهة بها لتنفيذ حق الزيارة وتفتيش وخلال إجراءات التفتيش تم العصور على 113 لفافة من المواد المخدرة وتم تسليم المواد المخدرة إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها